موسيقى هذا سنفسك نحن للمواضيع الدينية الروحية واللهوتية اليوم سنحكي عن التبشير الملائكة بحلة جديدة بما أنو بفترة الصوم وعاله ساعة 12 بيصير عنا التبشير الملائكة الي هي من نحن نعرف التبشير الملائكة تعرف عنها على نورثات منسماع جمالة مدوّر ويمرق صغر. ما يختلف عن التبشير الملائكي الذي نحن أو كل الناس يعرفه؟ صحيح. بالبداية صباح الخير. أريد أن أخبرك صوم مبارك. شكراً لكم. أخبرك لكل العالم الذي يحضرنا. بالبداية الفكرة انطلقت من خلال القيمين على العملية التي هي تشاريتي تيفي كما ذكرت. أكيد مع احترامي لسيدي جمانا مدور والتبشير الذي كل العالم حافظينه ويعرفوا. كان هدف التلفزيون أنه يكونوا يصيبوا الشباب. يصيبوا أيامنا اليوم. يصيبوا الجنرات الجديدة في 2020. ولكن كما تعرفه يمكن الشباب اليوم فقدوا قيمة التبشير أو قيمة الصلاة بحد ذاته أو قيمة الصوم. كانوا يحبون يعملوا فرسيون جديدة من التبشير الملائكي. يجعلوا العالم يجعلوا الشباب تنبسط فيها وتصلي. عندما اقترحوا علي موضوع التصوير لتبشير الملائكي على طريقة الفيديو كليب. على قد ما خفت من المسئولية على قد ما انبسطت. لأنه حسيت فيها هالسنكرونيزازيون بين اللي طالبينه وبين طبيعة شغلية اللي حضرت إكزاكاتيه قبل شوي. حسيت إنه كتير بيشبه شو أنا عم قدم من خلال مسيرتي الإخراجية من أول ما بلشت لليوم. يعني إنك تضوي على موضوع يمكن العالم بتعرفه بالمطلع. بتجدد دائما. إنه العالم بتكون بتعرف قصته يلي هي قصة متعرفة عليها بين الجميع. بس نكون عم نقدمها ببرسبكتف جديد. نكون عم نقدمها بمنظار مختلف. فهيك تم التواصل وبلشت الشغل. يعني أنت عرامي لقررت تعمل التبشير الملائكي بحل جديد. كنت عم بتشوف شي ما انك شايفه بالتبشير الأصلي. يعني في شي ما رح قول غلط ولكن عم بتجرب تكون قريب أكتر للحداثة. ها هي مئة بالمئة. سبتي يعني نحنا التبشير الملائكي اوكي تعودنا عليه. بس قديش الشباب اليوم بإمكانهم يعرفوا عنهم. قدي عم بيصلوا. قدي عم يدقرهم. فكان كل هدف العمل الجديد بس أنه يوصل لها الشريحة. يعني يكونوا عم بحس حالهم معنيين عم بطلعوا بهالعمل. كل إنسان عم بحط حالهم حال أحد الممثلين عم بحس بها الطاقة الإيجابية اللي بيعطيها هذا الفيديو كليب. ها هي بكل بساطة. ماذا بالنسبة لك التبشير؟ ماذا يعني لك؟ إذا بدنا نحكي عن القصة بأحد ذاتها. هي أكيد كل العالم تعرف أنه هي الأكت اللي عمله ربنا يلي هو التجسد من خلال ملاكة اللي بشر العذرة. وإلا أنه راح تحبله ويجيبه المخلص زبنا نقول. بس التبشير مثله مثل ما حيالله موضوع بالكتاب المقدس. بس فينا ننظر له على ضوء حياتنا على ضوء أيامنا. أنا بالنسبة لك كل إنسان فينا عنده بشارة. إن كانت بشارة منيحة أو بشارة مش منيحة. بس وحق كل إنسان فينا يعمل يطرح معضلة أو يسأل أسئلة. لأنه العذرة مثل ما بتعرفه لما بشارة الملاك. صحيح بعدنا سلمت وقالت له ها أنا أمت الرب. بس هي قالت له كيف هذا وأنا لا أعرفه رجلا. يعني سألت حالا. سألت أكيد. سألت بحقلنا ما بدي قول تشكيك بس بحقلنا نسأل. نعرف شوية أو نسأل لاش. دعنا نقول له هالكلمة. بس بعدنا لحتى نتشبه بالعذرة. لازم نكون عارفين إنه الله. لو شو ما كانت البشارة اللي تبشرناها. إنه الله بيعرف خيرنا. وبيعرف إنه يمكن هالبشارة اللي تبشرناها. يمكن تكون لحت تعود لألنا بشي منيح. أو لغيرنا حتى. وهذا اللي ذكرينه نحن بالكليب. إنه بشارة يمكن بش على شخص معين. ما قوله تكون تضوي طريق اكتار غيره. أو إنه تكون عم بتخلص نفس أوقات. صحيح. حكيتنا عن الشباب. وقلتلي إنه الشباب عم يبتعدوا أكتر وأكتر عن الصلاة. عن الصوم. عن التبشير حتى. أنت رامي عمرك صغير. أنت من هالفقة العمرية. بس أنت كتير عم تتخصص بالمواضيع الليهوتية. صح. ليش؟ كرمي لها الشباب. لحتى كون كدوي لهم. لحتى فارجيون إنه صحيح أنا تخصصت بالإخراج. بس أنا عم بقدر استفيد من اختصاصي. لحتى تطور العمق الديني والروحي. فهي يعني ما في غير جواب. ما بتتعرض لأنتقادات. كثير. خاصة من المراجع الدينية. يعني أنت عم تعمل. يعني حتى العنوان التبشير الملائكي بحلة جديدة. بتحسوا هو ثورة على التقاليد اللي المتعرف عليها. تعرضت لأنتقادات؟ بتعرض كتير لأنتقادات. خصوصي أنه يعني. اللي أنا حكي شوية هلأ عن المادة بتعرفي. أوضاعنا مرنا كتير منيحة بالبلد. بقولوا لي عشو رايح. لوين رايح. ليش بتضلك تشتغل أعمال دينية. ما رح تطلع لك مصاري. بس مثل ما عم بتقولي. هالثورة اللي جواتي عم جد. عم بتحمس كتير ناس. يعني عم بت... العالم بتنبسط. العالم بتنطر. العالم يلا شو فيه جديد شو. يعني بحس انه عم عالم بمطرح معين. هكي عم بترك بصمة عند هالشباب. نشكر الله يعني. اذا كان هيك. بتكون الرسالة اللي بلشت فيها مكفية. بكون الله بده هيك. صحيح. بكون عم بيوجه للمطرح اللي أنا بديه. صحيح. يعني يمكن ربنا بده ياك تضلك بهول الأعمال. إن شاء الله. لتكون أقرب وأقرب للواقع. صحيح. يعني كمان نحنا مظبوط منسمع التبشير على الساعة 12. بس منعرف معناته. مية بالمية. حضرتك شارح المعاني بالكليب. يعني مفند كل كلمة أو كل جملة بيقولوها بالتبشير الملائكة. لا للصراحة أنا لحتى قدرت أطلع بفكرة الكليب. أنا شخصيا كرامي عملت الريسورش الشخصي طبعي. وفتت فيه كثير كثير كثير. لأنه ما بقدر طلع عمل إذا أنا مني هالقد شاري بالموضوع. متمكن أكيد. بس أنا بالكليب بدي أصيب كل شرائح المجتمع. وبدي أقدر أني أوصل للصغير والكبير. ويمكن بدي أستوعبهم. فما بقدر كثير كون عم حط هالعمق الموجود. كانت الفكرة مبسطة. بس بنفس الوقت بتوصل للقلب. وبتحمل معاني هيك شوي مبطنة إذا بدك. يعني اللي قردي شرحنيها. بس بطريقة سامبل. بطريقة واضحة وكلار دم الناس يعني. بس تنقل كاست رامي. بتعتمد أنه تنقل أشخاص يلي بتحسن قريبين للإيمان والرب أو لا؟ بتعتمد أنه تنقل أشخاص منهم قريبين لتقربهم؟ حلو كتير السؤال. يعني على بفضل أكيد أنه الشخص اللي عم بيمثل معي يكون فهمين الشي اللي عم يعملو. يعني يكون جاي مش لأنه جاي بده بس يظهر حاله أو يمثل. يكون عم بيمثل من قلبه حتى يعطيني أنا الساتيسفاكشن كمخرج. بس إذا أنا بلاحظ أنه حدا من المثلين يمكن ما كتير فهمين شو الشي اللي عم يعملو. أنا بجرّب قد ما فيي قربه من هذا الشي. بجرّب زي أضيف على معلوماته أو خبرته. حتى يكون عم مثل ما أنا استفادت من وراء البروجيك. يكون هو كمان يستفيد ويتعلم شي جديد. يكون عم تكون هذا البروجيك خبرة لقاله أو زوادة روحية لقاله على الصعيد الشخصي غير الصعيد العملي أو التمثيل. أكيد لأنه ما أنه هنا رامي أنه حدا يمثل بموفي ديني أو بما بعرف فقرة دينية. هو ما أنه ملم بالموضوع. صحيح. يعني بتشتغل التالي بتعمل ريسورت كتير. شو المراجعية التي تستند عليها؟ لأنه المراجع كتير وقت بيكون فيه اجتهادات وتأويل. كيف يعني بتقدر أنه هيدا المراجع هو الصح؟ أهم شيء الكتاب المقدس والكتب التي تشرح هذه النصوص الإنجلية. وأكيد بلجأ لرجال ديني بطبيعة الحال لأنه هم بيكونوا متخصصين به المجال أكثر مني. إن كان رجال الدين أو الرهبات كمان. وفيه مراجع موجودة على الانترنت بيكون موثوق فيها كتير. وأنا بجرب قدمة فيها أربط بين المعلومات لأشوف المراجع قد تكون دقيقة بمعلوماتها. من الكاست؟ صراحة يعني كتار كتير. ما بدي أنسح حدا. ما بدي أنسح حدا. كتار لأنه موضوع الكريب كان بيتطلب هل قدي حشد كبير من الشخصيات. فبدي بس وجرهم تحية فردا فردا. وأنا بدي أقول لهم برسي كتير على جهودكم. كان عندي يعني ناس ما في خبري. كان عندي ناس أكبار بالعمر. كان عندي ناس صغير. كان عندي شباب صبايا. كان عندي حتى ناس من زوية الإحتياجات الخاصة. كان عندي حلوة تكون عم تعملي مع هاك ناس. يمكن تخليهم يحسوا انه هني عملوا شي بها الحياة. تخليهم يحسوا بقيمة حالهم. وصدقيني مش أنا اللي أضافت لحياتهم. هني يلي أضافوا لحياتي. كل أحياتي بعيشها مع حدا من المثليني. بتكون خير لأليه أنا مش لا أعلم. كل شخص قلتلي كانوا كتار. حسيت انه كل شخص منهم بشرك بشي؟ لما بتشوفي هالحماس بعيونهم. لما بتشوفي قدامه بسوطين. لما بتشوفي قدام يتفاعلوا معي. هادي لحالة بشارة لأليك. انه اللي عم تعمليه هو شي حلو. شي بمطرح. شو في شي تغير بيرامي قبل الكليب وبعد الكليب. بموضوع الإيمان وتجاه. يعني تجاه. اذا بدنا نقول. فنومان البشارة. خليني. خليني. قالي كيها بطريقة مبسطة أكتر. كل بروجيه ديني بعمله. مش بس التبشير للملائكة. كل بروجيه ديني بعمله وبينجح. بيسبت لي إجرية أكتر بالإيمان. بيخليني أعرف إنه أنا. الشئ اللي نقيته مظبوط. يعني عم بقدر كل بروجيه وفي حقه. عم بقدر إنه ترجم أفكاري العصرية بطريقة مظبوطة. لأنه من خلال ردة فعل الناس. من خلال الحكية اللي بسمعه أو الفيدباك. بيخلينا استوعب إنه أنا. الأعمال اللي عم بعمله عم تنجح. بخلينا استمر بهذا الشي. وكل كلمة حلوة بسمعها من العالم. بتكون حافظ لألي إنه استمر. لأنه أنا مكفى بهذا الشي. وخير لقدام. وبروجيت ما بتخلص. نطرينك دائمان. رامي عم بانحط التبشير كل يوم على ساعة 12. كل يوم على ساعة 12. على شاشة شاريتي تيفي. أكيد اللي بحب يشوف التبشير بحالة جديدة. مثل ما زكارة دائمان. هيدا مش أول إطلالة لألك. كان إلك إطلالات قبل. وآخر مرة حكينا عن فيه مرفقة. صحيح. ياللي عنجاد يعني أخد دجة كتير كبيرة. وأنا شخصيا كتير حبيته. مش معقول الإخراج أكثر حلو قدي. أنا تحضرت الأفان برميار بكيت. لأنه كان كتير قريب. فيه هلأ شيء قريب. فيه عنا عيد الأديسة. صحيح. أخبرنا شو رح يصير. صحيح. لحيصير أنه رحيصير فيه احتفال بدار جيرابتة. بـ 22 أدار. رحيصير فيه رتبة تبريك الزاتي بالدار مع الرغبات. وبعد هذا الشيء رحيصير فيه عرض للفين. هلأ بعد ما كتير بعرف تفاصيل. سوف نعود إلى ما أحب يعرف أكثر من التابعني على السوشيال ميديا. رامي سالوم. وسوف نضع أكيد الوقت وتفاصيل زيادة. ولكن من أحب أن أحضر الفين. سيكون معروض بـ 22 شهر. بيدار جيرابتة. هل لديك تحضيرات الآن لشيء جديد؟ هل هناك شيء بيراثة؟ المشاريع لا تخلص. بيضل فيه تحضير. كل دينة؟ لحنضل؟ لحنضل؟ أكيد أنا بشتغل كل شيء. أنا بشتغل أفلام الاجتماعية والتسقفية. لكن الأفلام الدينية لديها طابعة خاصة. يمكن لأنك الوحيد المتخصص بهذا الموضوع في لبنان تقريبا؟ ليس الوحيد. أكيد هناك الكثير منك. لديك الكثير منك. لديك الكثير منك. لكن كما قلت لك قبل قليل. عندما تفعل شيئا و تنجحها فيها. عندما تسمع العالم قدام تقابلينك و تضحبين الشيء اللي عم تعملي. لا تستطيع التخزليون. يأخذوا منك جرعة. يأخذوا منك زوادة روحية. لا تستطيع التخزليون. يجب أن تكون معتولكم على قد السئلة اللي يأتونيها. الآن قلت لي على البروجيات. في السنة المسائبة أنه على باك. لأنه عملت التبشير. لأنه ينزل ببداية الصوم. لكن السنة لديها لأول مرة بأولة. أكيد سيكون هناك ريسيتال من إخراجه. ريسيتال بإطار مصرحي. بإطار جديد. رح يكون فيه من خلاله عرض لكل الأفلام الدينية اللي أنا صورت أو اشتغلت بحياتي. فكرة كتير جديدة. أكيد كمان أعطي تفاصيل عنا أكتر. رح يكون ريسيتال بـ 3 أفريل. على الأرجح رح يكون بمنطقة الباترون. بعد ما أكدنا وين. أكيد نبقى منعطي تفاصيل. أكيد نبقى كمان منحكي بالموضوع أكيد. مفصلة أكيد. لما أنه نحنا دايما الحديث معك بيكون من منحة دينة وإيمانة. صحيح. تعرف هلأ كتير مرشاربل أخذ هالة كتير كبيرة بالربنان. ونحنا نعرف الفيلم القديم لمرشاربل الأسود وأبيض. ورجع نزل فيلم جديد ملون تينمائي. بتفكر تخصص ختيار عنايا بأي شيء من أعمالها؟ هلأ ختيار عنايا شبه شهرته بتسبق. أكيد. ومش يعني القصة مش وقفة عليها حتى كنا عم زد له على معلومات العالم لقاله. بس تقليك شغلي أنه أنا إيه أنا يعني قاطع وعدة على حالي أني كنا عم طال أكبر شريحة من الـ الديسين. هلأ اللي حطه براسي صراحة هو طباوي إصطفان. لأنه بحس فيه تقصير شوي بمعلومات العالم عن رسالته وعن حياته وعن تقديسه. فمشوع الأقرب لقلبي هلأ حاليا هو إصطفان لأنه هلأدي أنا بحبه على صعيد الشخص كمان. بيعني له هالطباوي كتير. بحب سيرته. فإذا بدأ نحكي قريباً بفكر بالتوباوي إصطفان. شاربل مترك له شهرته خلص تعرف عنه لأنه متخطح دود الوطن أصلاً وواصل لأبعد لتاني ميلي من الكرة الأرضية. بس بتصدق رامي بعضنا يمكن بفضل أحضر الفيلم الأديم طبع عمر شاربل على الجديد. يعني بتحسها المبعرف. في أحساس غريب بس تحضر هالأديم. هلأ ليك هي سيتانجو يعني كل إنسان حسب رؤيته حسب يعني كل مخرج عنده طريقته بطرح المواضيع. يمكن في ناس تحب يمكن في ناس ما تحب. بس أنا شو ما كان العمل بحب أنه يضل في أعمال دينية. صدقيني من غيرتي على ديانتي. من غيرتي على ومن غيرتي من. من غيرتي على هالرسالة أنه توصل بأحلى صورة. ومن غيرتي من يمكن غير ديانات مع احترامة للجميع. أنه عن جد بيكون في تخصيص لفقرات أو توقيف لبرامج حتى يخصصوا فقرات بمناسبة الصوم يمكن. بمناسبة تعديد العلاقة بالديان. فما بعرف يعني أنا بشجع يعني لو التجربة كانت خجولة. لو التجربة يمكن ما كانوا كل العالم مرادين عنها. بس هذا الشي ما بيعني أنه نوقف. نكفي ونسابر حتى يتضل فيه على الحضور للأفلام الدينية وين ما كان. أوقات بتنصدم رامي بأي معلومة بتوجهها؟ بتكون مفكر شي بيطلع شي تاني؟ هلا العمق باللهوت كتير. إزاي تخيل ناقص مثل ما بيقولوا. العمق باللهوت كتير مثله مثل البعوض عنه. يعني أوقات لما كتير بتتعمق بالفلسفة واللهوت بتتشعع. تصير تسأل أسئلة أكتر. أكزاك. ففضل أترك الأمور مبسطة أكتر. يعني فضل حتى بطريقة طرحة للموضوع ما يكون فيها القصص الكتير يعني تطرح علامات استفهام. أعرفت كيف يعني بجرب عطول أوصل بطريقة ترضى الجميع. أكيد بنكها بقصص جديدة بقصص ساينز هيك أو دي نيانس كتير جديد. بس بخلي بساطة الفكرة موجودة كرميل توصل للعالم بطريقة أسرع. لأنه صديقين العالم ما على جلادة قاعدة تفكر كتير. وما على جلادة يعني اللي فيهم مكفيهم بدون ريزالت يكون بريحهم. سريع ومفهوم. مية بالنسبة. صحيح. لكن أنا رح أرجع عيد أنه بـ 22 أدار. 22 أدار. رح يكون بداير جربتها. عرض لفيلم قدي سيرفة أكيد دعوة عامة على أمل أن يكون التقس كمان مساعد. وفي ريسيتال رح محكي فيه أكيد نرجع مطولاً بـ 3 نيسان مبدئياً بالبترول. سيكون عارض لكل أفلامك الدينية يلي أصدرتها. رح نحكي عليه أكتر وأكتر بأكيد استضافة لألك. رامي سلوم شكراً كتير لألك المخرج. بشير الملائكة بحل جديد بيقدروا الليس يتابعوا على تشاريتي تيفي أكيد. وصوم مبارك لألك. وفيهم يتابعوه على اليوتيوب كمان. كمان على اليوتيوب التشانيل. وقالوا على الفيسبوك كمان موجود على صفحة تشاريتي تيفي إذا بيحبه. نعم ونحنا دائماً منتظرين أعمالك رامي. رسي لأليك رامي. رسي كتير. حتى يكون صحيح 100%. شكراً كتير لألك المخرج. رامي سلوم مشاهدينا بريك أسير ومتابع فقراتنا خليكن معنا.